مزيد من الغموض والحيرة حول وضع ومصير رجل لف الغموض مسيرة حياته في كل مراحلها تقريبا إنه رئيس مجموعة فاغنر الروسية الخاصة يفجيني بريكوجين رئيس بيلاروسيا أليكساندر لوكاشينكو يكشف أن بريكوجين ليس على أراضي بلاده عكس ما أعلن سابقا وفقا لاتفاق توسط فيه لوكاشينكو لإنهاء تمرد قائد فاغنر بخصوص يفجيني بريكوجين إنه في سانت بيترسبورغ وربما غادر إلى موسكو أو إلى مكان آخر لكنه ليس على الأراضي البيلاروسية لوكاشينكو وخلال لقاء مع صحفيين أجانب حول تهدئة مخاوف الغرب سواء من وجود عناصر من فاغنر أو نشر أسلحة نووية تكتيكية روسية على أراضي بلاده لا أرى أي مخاطر من نشر مجموعة فاغنر في بيلاروسيا إذا حدث ذلك فإن جميع دول الجوار والولايات المتحدة تدرك أنها وحدة قوية جدا إذا احتجنا إلى استخدامها في الدفاع عن بلادنا فستكون جاهزة وستكون خبرتهم مطلوبة في بيلاروسيا بالنسبة للأسلحة النووية شدد لوكاشينكو على أنه ليتم استخدامها في هجوم ضد الغرب وأنها للدفاع عن النفس حال التعرض لهجوم فقط وفي موسكو أعلن الكريملين أنه لا يتابع تحركات بريغوجين المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف قال إن موسكو ليست لديها الإمكانية ولا الرغبة في تتبع تحركاته بيسكوف شدد أيضا على أن الاتفاق الذي أبرز عقب محاولة تمرد فاغنر لا يزال ساريا بما في ذلك رحيل بريغوجين إلى بيلاروسيا وكانت جماعة فاغنر قد قامت بمحاولة تمرد في الرابع والعشرين من يونيو الماضي وهدد قائدها بالتوجه إلى العاصمة موسكو وسرعان ما تم الإعلان عن إنهاء التمرد بواسطة لوكاشينكو وإسقاط التهم الجنائية عن بريغوجين والسماح له ولمن يرغب من مجموعته بالتوجه إلى بيلاروسيا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة